الله سبحانه وتعالى قد قرر في كتابه أن القدس جزء من العقيدة الإسلامية جزء من القرآن الكريم الذين تعبدوا الله سبحانه وتعالى به وقد قرر القرآن الكريم قبل اليونسكو وقبل أي شعوب أخرى أن المسجد الأقصى هو مسجد للمسلمين مسجد للمسلمين وحدهم لقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرامي إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله تعلم أن المسجد الأقصى هو أنك لديك الكثير من قرارات عنها واحدة من قرارات التي قلت قلت عن المسجد الأقصى أن المسجد الأقصى للمسجد الأقصى إنه في سعود العربية تعالى أن المسجد الأقصى للمسجد الأقصى في حالة التمريفة كنت تسرى بعض الوقت والتالي في تايف هي أنه في التاريخ الأسر في الأرى من الأربية الآن المسجد الأقصى عندما يذهب إلى تايف كان يذهب لتاكل مرة فإن ي Latinس في المدينة وفي السرعة когда يتهى يعتبر في واحدة دويلة المسجد بين الأقصى رما كان من اجل المسك الماضي المسجد الماضي ثم كان قليلا من المسك المسجد الماضي ص влияниه من المقاهة الظلام في القرآن 17 قال لكم اللهم ليس منه السؤال من المسك الماضي مكة إلى المصدى المصدى موجودة إلى جيران وهم المسلمين منذ ذلك جيدا لأنهم يعرفون ما المصدى المصدى كل هذه المساعدات بالطورة المترجمية الميركيسي ومعهماً جابريل كل هذه هي حياتي المسلمين تقلل هذا كم الحقيقي ولكن المسلمين المصدر المصدر والمصدر والمصدر المصدر في 632 50 years later there was a rebellion against the government which was in Damascus already by the Ummayyads because of various reasons they did not let the people from the Damascus area come to pilgrimage to Hajj to Mecca so the caliph Yazid collected his means the wise people what to do with this? because the Hajj is an obligatory mission to go every year we have to do it so he came with an idea let's take Jerusalem as an alternative place for pilgrimage so they tell him hey but Jerusalem is not mentioned in the Quran and Jerusalem is not mentioned in the Quran how can we convince the people to come to Hajj to Jerusalem so he said you remember this verse in the Quran glory to Allah who took his servant from the holy mosque to the further mosque Al-Aqsa let's tell the people that Al-Aqsa is in Jerusalem